تأكيداً لالتزامه بالسعي من أجل حل سياسي للأزمة مع الانقلابيين وفد الحكومة الشرعية وفي محاولة لإنقاذ مشاورات السلام التقى في الكويت اليوم مع توماس شانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية وألين دانكن مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لبحث آخر تطورات المشاورات في الوقت ذاته من المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد بوفدي الحكومة والانقلابيين كلاً على حدة للاتفاق على تعليق مشاورات الكويت لمدة أسبوعين لقاءات الوفد الحكومي جاءت عقب لقاء عقده مع أمين عام الأمم المتحدة بانكيمو ضم وفد الانقلابيين الحوثيين أكد فيه التزامه بالحل السياسي المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني فيما تجاهل وفد الانقلابيين شرعية الرئيس هادي وجدد رفضه لتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 ومع تعثر مشاورات الكويت التي تواصلت لأكثر من شهرين مصادر دبلوماسية كشفت عن مساعي أمريكية بريطانية للضغط على الطرفين من أجل تقديم تنازلات ومنح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مزيدا من الوقت لمتابعة مساعيه الرامية للتوصل إلى حل شامل يحظى بقبول الطرفين ترجمة نانسي قنقر